اصدر النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين القرار رقم 39 لسنة 2024 بانشاء مكتب بنيابة الاسرة والطفل بمسمى مكتب الصلح في قضايا الاسرة والطفل يختص باتخاذ اجراءات الصلح فيما يحال اليه من قضايا نيابة الاسرة والطفل المقيدة عن الجرائم التي تقع في نطاق الاسرة والجرائم التي ارتكبها طفل تجاوز 15 سنة ولم يتجاوز 18 سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة التي يجوز فيها الصلح او التصالح او التنازل قانونا ومن المقرر وفق هذا القرار ان تحيل نيابة الاسرة والطفل الى مكتب الصلح القضايا التي ترى في احالتها الى المحكمة ما يؤثر سلبا على الوشائج الاسرية او مصالح الطفل الفضلة وتستدعي لظروفها وابعادها النظر في امكان حسمها من خلال اجراءات الصلح وفقا للقواعد والمعايير المراعية لتلك المصالح فيما تضمن قرار النائب العام مجموعة من الضوابط التي يتعين الالتزام بها في مباشرة اختصاصاته هي ان يكون عرض الصلح والتنازل على الاطراف في حيادية تامة ولمرة واحدة فقط وكذا اشتراط موافقة الاطراف جميعا للسير في الاجراءات وحضور ولي امر الطفل او المسؤول عن هذه الاجراءات وضمان حق الاطراف في الحصول على المشورة القانونية وان تكون الاجراءات بصدد الجرائم التي يتهم فيها طفل مقدم على سائر الاجراءات او التدابير القضائية اشتركوا في القناة